ما بعرف في عامل مشترك بين كل الابراج عم بيبين عندي هاد الشهر. طاقت خوف طاقت. توتر عم بيكون اكتئاب مش عندك انت يعني انا بقول كعامل مشترك ما بعرف ليش عم بيبين هادا الاشي عند معظم الابراج. اه شوف حبيبي في هادا الاشهر. راح يكون في عندك موضوع. موضوع عملي. في شي بتحول لعاطفي ما بعرف. من من العمل للعاطفة. من من صداقة لحب. من اه اعجاب لحب. في شي عم بتحول عندك لحب. في شخص انت موجود في حياتك اه احتمال يكون اكيد. موجود في حياتك وراح يقلب هادا الموضوع لحب. لكن انت اه شايفيتك حيران بين شخصين شايفيتك حيران فهاي الفترة راح يكون كتير حيران من هادا الموضوع. بسبب هادا الموضوع. خلينا نشوف بشكل عام لناس اللي ما بتنطبق عليهم القراءة عادة جدا. ممكن طاقتك ما بتوصلني. اه ممكن اه يعني هاي القراءة عامة مش خاصة عارفتو كيف. ممكن انت تكون طاقتك سلبية يعني ما عم اه تستقبل الفرص اللي في حياتك. ما عم تشوف الفرص اللي في حياتك. هو اللي طاقته سلبية او في عنده طاقات سلبية يعني ما بيقدر يعني اه يحصل على الاشياء اللي بيدي اياها. ما بيقدر يطبق قانون الجذب ما. فبس انك تخلص من الطاقات السلبية يعني بشكل عام. ان شاء الله كله بينطبق معك. رح تحصل على فرصة عمل. رح تحصل على موضوع يمكن تتعلق بسفر. ولكن هادا الشي دخله اه خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع. ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هادا الاشي. اه فيه له قيمة معنوية كمنصب كشي. ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت آآ بالدكية. بشكل عام يعني اللي. في حبيب غايب عنك. بس لسه ما فتحنا يعني على لاط. بعدين بنقول. ومين هادا الشخص اللي بيترهك? من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كزا رح يصير في وفرة مالية كبيرة رح تكفيك وتكفي خلينا نقول الاولاد. شايفة هذا الشخص عنده التزامات كتير. عنده التزامات مادية كتيرة. لذلك في بداية الفترة بيحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد. ولكن بعدين رح تيجي رح تيجي يعني رزقة معينة اكد يعني من الشغل او ممكن من برا الشغل. اللي هو اما تكون انت مدين ناس مثلا فلوس وعم بيرجعولك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجعلك اياها ممكن يكون قرد ممكن يكون ارث ممكن زودة بالدخل نفسه او فرصة عمل اخرى يعني افضل من الاولى. ولكن شايفيتك متلقط بالفرصة الاولى او الشغل اللي انت فيه متلقط فيه وخايفي كتير يعني عندك طاقة خوف كبيرة من انك تفقد هذا الشيء. ولكن انا شايفي بالعكس ما رح تفقده بالعكس رح يكون فيه ترقية وزودة بالدخل. زيادة بالدخل. اه بشوفك هون اكتر شي. عم تصارع مرض. اه المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب. اه ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل. ممكن يكون عندك او عند احد من العائلة ازا كان عضوي. ازا كان نفسي فهو موجود عندك. بسبب شخص. يا اما دلو او مائي بشكل او مائي خلينا نقول اه او هوائي. عم بتكون كيف ده اقولك? عم بتكون بتصارع حالك. يعني انت حاسس او انه هاي العلاقة مش صح. هاي العلاقة ماشية بطريق مش صح. اه وبتحاول انك تطلع من هاي العلاقة بتحاول انك تطلع من طاقة هذا اه الشخص. لكن شايفتك انه لا انه يعني رح تضلك تستنى هذا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر بتعيش بدون هذا الشخص. في للبعض كمان اوكي استشفوا وخلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد فبرج القوس يعني برج القرارات. فقادر انه يكون شوف هون انت شو عم بتكون? عم بتكون المجيش عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياة اللي بدو اياها بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو تغييرات هو بايده بيعملها. شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى ان هالظروف هي اللي تخدمه. هو اللي رح يستعمل ادواته كل هاته التولز تبعوله عشان يغير اللي حواليه. ورح ينجح بهذا الموضوع. شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر اه على المكان اللي هو فيه. فانا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي. اه على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان. بشوف الفترة الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفترة طويلة جدا. فكون حذر من الشغلات اللي اه رح تزرعها بالفترات الجاية اللي هي بهاي الفترة. هاي الفترة رح اه تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله او الافعال او الافكار او المشاعر. المهم في هاي الفترة اللي هي عم نفتح عليها رح تأثر على فترة طويلة بعديها. ممكن تمتد لسنة. فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مزبوط انه احنا ما نغلط. اه نكون صبورين شوي الامور. ما رح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقوله مش احلام وردية الشغلة. فا اه شايفيتك هون شايفي برج القوس ممكن يكون والله. التقاطع فكرة حبايبي عم بتكون ما ترابية مائية هوائية. طيب. في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف ثالث. اه عفكرة مش طرف ثالث. خلينا نسيبنا من هاي الكلمة لانه اول ما تسمعوها بيجي عبالكم العاطفة. انا مش دايما ببسطيها العاطفة يعني احيانا اه طرف ثالث في الشغل يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كزا. كمان هذا اسمه طرف ثالث. المهم اه عم بيكون هذا الشخص اه مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك. مثل طاقة سامة في حياتك. عم بي اه بيبين لك انه هو اه كتير ملاك. انه هو كتير اه منيح. ولكن هو في الحقيقة هو انسان حاقد. وانسان ممكن يكون انثى ممكن يكون ذكر. عم بيكون حاقد جدا وحسود للك. وانت مش عارف. اه ازا قلنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفة كعلاقة ثلاثية. كالطرف تالت مش انت. ولا الشريك. الطرف التالت. اه هون بشوفك اه كمان يعني هاي الفترة كلها يعتها لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته. كل الامور بيدك انت. شوف زي ما انت بتحصد زي ما انت بتزرع رح تحصد. هاي الكارمة. هاي هاي المواضيع يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجعلك. ازا طلعت خير رح يرجع لك خير. هاي هاي الكارمة. ازا طلعت ظلم رح يرجع لك ظلم. فهون الكارمة رح تتحقق بهاي الفترة على الصعيد العاطفي. شايفي انو الطرف الثاني عم آآ يستنى موعد مناسب. عم يستنى وقت آآ مناسب لحتى يصالحك او انت تصالحه طبعا. القراءة ممكن تكون عكسية دائما بنحكيها. آآ ولكن عم بيفكر بطريقة جدية عم بيفكر باستمرارية العلاقة على الاقل في خياله. عم بتخيل هذا الاشي. وعن بيفكر فيه. خلينا نفتح اكتر. وراح هذا الورق مش هارف او هي هون. خلينا نفتح على العاطفة. اكتر. شو رايكم مستعمل هذا الورق. مستعمل هذا الورق. بيّن عندي الأشخاص العزّاب لحد الآن أشخاص العزّاب حيلتقوا بتوأم الروح بالشخص اللي بيحلموا فيه كفارس أحلام ممكن أنه تلتقوا فيه بهاي الفترة ولكن ممكن يكون بالعمل إذا ما كان في العمل على فكرة مش ضروري أنه يشتغل معاكم ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم اللي مش عم يشتغل أساسا من برج القوس ممكن يلتقي في هذا الشخص في جمعة ما بعرف شو هي هاي الجمعة ممكن مؤتمر المهم جمعة ناس يعني مش بس أنتو لحالكم رح تتعرفوا بهذا ورح يكون على الفكرة شخص مش قريب يعني ما كنت تتوقع أبدا أنه ممكن تحب أو يعني تحب شخص من هذا النوع أو شخص من هذا من هذا النوع حبيبي ممكن يكون عندك في طاقة سلبية عم بتوقف في اللي هو في طريقك أنت والشريك حتى لو كنتوا متزوجين فيه في طرف يعني في طرف تالت أو حتى أكتر من شخص عم بيوقفوا بطريقكم بشوفك هون عم تلجأ للاستشفاء ممكن أنه تكون إما بدك تنسى الحبيب أو أنه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني أكتر من أنه تستشفي من طاقة سلبية أو من التنتين مع بعض أو إنك بتعتبر أنه الشريك طاقة سلبية وعم بتخلص منها ولكن أنا بشوف رغم هيك أنت بالعكس أنت عم بتمثل والطرف الثاني عم بيمثل يعني أنتوا مش مبسوطين أنتوا للتنين فكل واحد عم بيوهم الثاني في طاقة أو حام عم يوهم الثاني أنه هو عايش حياته أنه هو مبسوط أنه هو كذا فهذا الموضوع ما رح يطول يعني شوفوا هون لابس مثل الدرع حاط خرزة زرقة طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت شاكرا مش عند الهارت شاكرا عند الحنجرة أكتر بيلبسوها اللون الأزرق مش محطوطة هون محطوطة بطريقة غلط هون هذا دليل أو كذا أنه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا بتعملوا أوهام لبعض غموط كل واحد يحاول أنه يخلي الطرف الثاني هو اللي صالح شايفي بناتكم زي ما قولت في النهاية هون أنه فيه رح يعني رح تكتشفوا أنه هذا الطرف هو السول ميت تبعكم أو دوء مش شعلة أو 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 بس أنه رح تقربوا كتير من بعض بشوفوا زواج يعني وبشوفوا ارتباط أو على المدى البعيد وزي ما هون قلت لكم فيه ممكن يكون طرف ثالث كمان بالعلاقة العاطفية يعني مش عارفة شو قصة في الطرف الثالث هذا كل شوي ببين ولكن شايفيتك أنت مستعد مستعد وفي هذا الكرت آخر كرت بالقراءة ببين أنه شوفوا أربع وردات كان هناك مبين أنه ثالث وردات علاقة ثلاثية هون أربع وردات يعني أكتر للجدية أكتر بروح الموضوع شايفيتك يا قوس عم تصغر كتير بهاي الفترة وكأنك عم تهتم بحالك يعني كتير عم تصغر يعني اللي حواليك عم بيحسوك أنه شكلك صغرة عشر سنين أو أنت حتى بتحس حالك بالفترة الجاي أنه صغرة عشر سنين في فرحة بطريقك حلوة ولكن أنت متوقع أشياء سيئة نتيجة تغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تطولك أنت بعيدة عنك فأطمئن وريح ويعني ما تفكر كتير في الموضوع عم بتكون كلها مخاوف بدون آه أنتوا على الفكرة مش تسول ميت في ناس لا هاي توقب شو علا فينا اسمي كبونت أو أم شو علم؟ هذا تأكيد يعني من الأوراق بيبين أنه في شخص خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالأديم آه يعني بتداخل على مصلحة داخل على علاقة عابرة ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار آآ يعني متلقط فيك أكتر آآ متعلق فيك أكتر صار عنده الموضوع زي الإدمان فبالأخير أنا شايفة اجتماع لهدول الشخصين فالحمد الله يعني كراءة حلوة كانت آآ هذا بالنسبة لبرج الجوزاء نحاول نشوف نصائح لبرج الجوزاء آآ شو الوراء شو الوراء اللي نختاره عارفه نشوف أنا ليش كل شوي بخربط بالأسماء يعني أنا عارفة إنه القوس وعن بنوي على القوس بس بتعرفوا الواحد بلخبط يعني بلخبط بس باللفظ أما بالنية بتكون لأ مفتوحة على برج يعني معين آآ هذا الكرت طلع مقلوب يعني بما معناه طلع مقلوب إنه الأمور آآ أبسط بكتير مما أنت تفكر لا تعقد الأمور لا تتخاف كتير ما بعرف كل الأبراج عم بتكون عندها مخاوف وأوهام وكذا هذا الشهر ما بعرف شو هو عم تطلع حتى القراءات الخاصة اللي عندي عم بتكون شوي يعني في في مخاوف في مع إنه ما بيكون في داعي للمخاوف بيقولك لا إيش حن حالك بالطلق الإيجابي وما بتفكر ما تفكر بهذا النوع من التفكير لأنه أنت الوحيد الخسران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر